أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع لبحث سبل تنمية صادرات المصرية إلى إفريقيا حيث تم عرض رؤية لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلعة والمنتجات الغدائية إلى الدول الإفريقية